يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى بكون معاكم رانيا السايد كل أسبوع في نفس المعادة حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جداً لأننا هنروح فيها لرحلة تاريخية عن مصر بلدنا الحلوة وفنونها وعواصمها الأديمة مصر بلدنا غنية جداً غنية بتاريخها غنية بتقافتها غنية بفنونها غنية بتراثها وآثرها وطبعاً غنية بناسها اتكلم عن مصر عمره ما بيخلص أبداً وزي ما قال عمينا صلاح جاهين على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء مفيش أغلى ولا أحلى من بلدنا في الدنيا كلها ولازم كلنا نكون فخورين إننا مصريين النهاردة معانا كتاب اسمه الفستات وأبوابها للكاتب والباحث عبد الرحمن الطويل اللي حائز على جائزة الدولة التشجيعية لعام 2024 فرع التاريخ والأطار وحفظ التراث وهو أول كتاب بيتكلم عن أبواب الفستات وأصورها هنعرف منه تفاصيل أكتر طبعاً